كابتل عدل شايف الاستعدادات ازاي خلال من منذ بداية المعسكر وحتى الآن يعني انا شايف انه فيه تركيز انا مش شايف الحتة اللي كان بتتعمل زمان الزيارات والحاجات دي شايف انه الصور وبتاعه المحمد مش عارسون نجيبه المحمد صارف شايفينه خطوها صور اه والتصوير والحاجات دي شايف انه فيه قفلة كويسة وفيه مسؤولية كبيرة على المنتخب يعني ومقفلين كويس ويمكن الحاجة التانية المهمة انه انه الاختيارات والحاجات دي كلها محدش تكلم عليها كتير ولا حد انتقد ولا اي حاجة يعني انت طبقه عدته علشان الناس كلها مركزة مهما حصل الاسماع اللي انت خدتها مستر كروش فاحنا كل الناس تتمنى انه ان احنا نوصل ونسب بس هو فيه كلمة عايزة اقولها على اهمية المباراة دي ان دي نهاية جيل من وجهة نظر يعني نهاية جيل بمعنى شحيل حكس العالم اللي جاي اه يعني تموح جيل بقى نقدر نقول عليه تموح جيل ما رحش كاس العالم واخر كاس عالم ليه اللي هو راح 18 اللي هو هارم اللي هو صلاح وحجازي الناس دي اظن انهم برضو نفسهم ينهو كويس دوليا يعني نعم لانه هيبقى الكاس العالم اربع سنين بعد كده فاكيد هيبقى فيه استعداد كويس او مستعدين كويس وتركيز كويس وانا شايف ان كمان خسارتنا لانهاء البطولة حافز كبير وليس حافز يعني مش للسلغان سلبي مش ايجابي اه لا انا انا رأي انه ايجابي مش سلبي لماصر اكتر من السلغان يعني انا 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 ا اشتركوا في القناة